تكبر الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل وتعلو التصريحات والرد بين الطرفين ما يزيد المشهد تعقيداً والاحتواء تصريحات زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعوب برزاني تحركت بغداد باتجاهين الأول يتمثل في إرسال وفد عسكري رفيع المستوى إلى أربيل وطبقاً لمصدر أمني للشرق الأوسط فإن زيارة الوفد العسكري والأمني الاتحادي تأتي بهدف التباحث في التنسيق المشترك في تبادل المعلومات الأمنية ووضع الخطط لتصدي لتنظيم داعش والتنظيمات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين أما الاتجاه الثاني في محاولة احتواء أزمة تصريحات برزاني طبقاً لمصدر سياسي مطلع فيتمثل في محاولة قراءة هذه التصريحات على وقع الأزمة السياسية الراحنة التي تلت انسحاب زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية بصحب النواب كتلته من البرلمان العراقي قال المصدر للشرق الأوسط أن تصريحة برزاني بدت ذات علاقة بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل بعضها ملفات مزمنة سواء فيما يتعلق بالمادة 140 أو الخلاف النفطي الذي حسمته المحكمة الاتحادية بعدم شرعية قيام الأقليم ببيع النفط بعيداً عن السلطة الاتحادية لكن في الواقع تتضمن رسائل سياسية إلى قوى الإطار التنسيقي الذي يعتزم تشكيل الحكومة المقبلة بعد انسحاب الصدر ونهاية التحالفات التي كانت تضم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعوب برزاني أوضح المصدر أن برزاني الذي كان حليفاً قوياً للصدر يجد نفسه اليوم في موقع ضعيف من وجهة نظر خصومه لكنه يرى أنه لا يزال قوياً لأنهم لا يمكنهم تشكيل الحكومة وجمع النصاب الكامل بدءاً من انتخاب رئيس جمهورية وصولاً إلى باقي المناصب دون التعامل معه ومع حزبه الذي حاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة واحداً وثلاثين مقعداً وتبقى للمصدر فإن تصريحات برزاني لا تعد أن تكون اختبار قوة بينه وبين بعض قوى الإطار التنسيقي المنقسم على نفسه بشأن كيفية التعامل مع برزاني ترجمة نانسي قنقر